اشتركوا في القناة قال لها الطبيب مازحا لنصغ إلى دقة قلبه والمرأة لم يكن هناك إلا طفل واحد دون أن يفكر أن مزحته ستتحول إلى حقيقة وصرخ بعض اللحظات هناك اثنان وكانت هذه الصدمة الأولى التي كانت على كات مواجهتها في حملها تأخر الجنين في الانفصال عن بعضهما بعض التلقيح بين ثمانية إلى ثلاثة عشر يوم هذا يعني أن الغشاء يفصل بينهما لو تأخر الأمر يوما واحدا بعض لكنها أصبح ساميين وملتسقين ببعضهما البعض فهذا الحمل المسمى ماشيمة واحدة وكيس أموني واحد للتوأمين يمثل خطرا كبيرا على الطفلين أغلب هذه الحالات تموت في الرحم الحبل السوري المتوقع أن يساعدهما في الحياة يمثل خطر الموت في هذه الحالة بسبب تعرضهما للتشابك فيمكن أن يتمزق الحبلات أو يخنق الجنين في حالة كات كان هذا الحمل ذا خطورة عالية احتمال البقاء على قيد الحياة لا يتجاوز الخمسين بالمئة لكن الأسوأ كان أن الطبيب كات نصحها بأن لا تخبر أحدا عن حملها وأن تترك الطبيعة تقوم بعملها وصدمت هذه النصيحة الخارجة عن المعلوف لدرجة أنها غيرت طبيبها فورا لكن في الأسبوع الثامنة والعشرين من الحمل نقلت كات كحالة طريقة للمستشفى حيث أمضت خمسة سبيع خلالها قام الأطباع بعمل المستحيل يوميا للمحافظة على الطفلين وأخيرا ولدت بعملية قيصرية لكن عندما شهد الطباء الحبلين السوريين للتوأم جمدوا دون حراق وخيم صمت مموت في غرفة العملية الحبلان السوريين كانوا متشابكين إلى درجة أنهم أصبحوا مجدولين إنها معجزة أنهما لم يتمزقا وأن الطفلين استطاعوا الخروج لكن مفاجأة أخرى كانت تنتظر العائلة التوأمان الذي ولد قبل وقت كان صغيران جدا ووزنهما تحت المعدل بكثير لكنهما كان بصحة جيدة الولادة أتت في اللحظة المناسبة للواقع لحد الصغيرتين لم تعد قادرة على أن تتغذى بسبب العقد العديد بين الحبلين وما فاجأة الجميع أن أي من الطفلتين لم تكن بحاجة إلى جهاز تنفس اصطناعي أو لجهاز حضانة مع أنه كان يجب وضعه ما تحت المراقبة على كل الأحوال لكن لم يسجل أي خطر على حياتهما فسمح لطباء للصغيرتين بالخروج من المستشفى للذهاب إلى بيتهما الجديد وإلى عائلتهما الحمل ذي المشيمة الواحدة حالة نادرة جدا تحدث مع واحدة بالمئة من النساء وتاني الطفلتان تمثلان حالة نادرة جدا لم يدرس الطب مثلها قبلا ما هو أكيد هاربر وكيلو والتين أصبحتين في الثامنة من العمر هما أفضل صديقتين في العالم لكن كل منهما لديها شخصيتها المميزة التجارب الصعبة التي مرت بها عند الولادة ليست إلا ذكراسية الفتتان صغيرتان رائعتان حقا نشكركم على المتابعة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا من الأعجاب والاشتراك في القناة دعما لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله